أكثر عن ملف الطاقة ينضم إلينا الخبير في مجال الطاقة الكهربائية المهندس حسن العامري مرحبا بك أساب حسن إلى نشرتنا الرئيسة شكرا على تلبية دعوة الحوار بغض النظر عن تضارب الأنباء حول أسباب تخفيض الغاز المورد من إيران إلى العراق مشكلة الكهرباء المواطن يسميها معضلة البعض الآخر يسميها الطامة الكبرى التي حلت على رؤوس العراقيين ما الحل حتى نعطي المواطن طاقة بدون منه من أحد العراق غني لا نريد من أحد منه كيف نصل إلى هذا الموضوع تحية لكم ولمتابعكم حقيقة لم تكن فكرة الاعتماد على الغاز الإيراني لتوليد الطاقة الكهربائية بهذا السوء كون بهذه الدرجة من السوء بالبداية كون لقرب الدولتين من بعضهما ولسهولة مد الأنابيب ولعموما أن الغاز نظيف بنسبة 40% نسبة إلى المنتجات الأخرى يعني الموارد الأخرى لكنه من البلاد التجارية تعتمد على مصدر توريد واحد لسلعة تعتبر هي المصدر الرئيسي لشريان أساسي من شرايين الحياة برغم من وجود عدة بدائل في تقريركم ذكر أن بالإمكان استثمار الغاز المصاحب للبترول بالمناسبة الطاقة الاستيعابية للمحطات المنتجة للطاقة الكهربائية المعتمدة على الغاز هي 20 ألف ميجاوات المستثمر منها والمنتج منها القدرة فقط 12 ألف وخمسمائة ميجاوات 12 ألف وخمسمائة ميجاوات ذلك لعدم كفاية الغاز للمعلومة أن العراق هو ثاني أكبر دولة في تبديد الغاز الطبيعي لذلك القائمون على مسألة هدر الغاز الطبيعي بالإمكان أن يكونوا محاسبتهم ضمن أحد البنود القانونية والفقرات القانونية لهدر المال العام وبالإمكان أيضا أن تكون لديك عدة موارد عندها أماكن للموارد للغاز الكهربائي بالتعاقد مع أكثر من شركة حتى وإن كانت إيرانية لكن تعاقد مع أكثر شركة تفعيل دور المحطات الكهرمائية وكذلك نعود ونذكر أنه استثمار الغاز الطبيعي حسن حتى أتفقوا يلك شركات عروف الدولة نحن الآن متفقين ويلك الحكومة الإيرانية ويقولون سأكتع الغاز عنكم 6 شهر نريد أن نحن أن أتفقوا يلك شركات أهنية تورد لغاز إخو ليش؟ لماذا لا استثمرها أنا هنا في العراق؟ لماذا لا يتشعر بالموارد؟ حتى في ظل استثمار في ظل استثمار كل الغاز الطبيعي المبدد العراقي أيضا لن يسد الحاجة يعني حاجة المحطات التوليد التي تعتمد على الغاز الطبيعي لذلك لا بد من تعدد مصادر الغاز يعني تعدد مصادر الغاز ومصادر الطاقة كيف نجيب من الحكومة الإيرانية ومن الشركات الإيرانية نعدد المصادر مع الغاز كيف نسألك طيب عندك اختيار أفضل يستفي ظل الضعف السياسي الموجود يعني من إمكان تفعيل لحد الآن لم يتم الإفصاح عن السبب الحقيقي لتخفيض هذه النسبة من الغاز الطبيعي لم يتم الإفصاح عنها فلم نلاحظ دور مفعل وملموس للبعثات الدبلوماسية في دفع الجانب الإيراني للإفصاح والمصارحة بالسبب الحقيقي أما التصريحات التي متداولة لهذا اليوم فأن الوزارة لديها علم مسبق بهذا التخفيض قبل أسبوع أو قبل أسابيع فإذا لم تصل إلى مرحلة يعني عفونا المكيدة بحق الشعب فهي إهمال وتقصير كيف أنت عندك علم مسبق وإلمان بأن المجهز سيقوم بتخفيض هذه السلعة ولم تخطط وتحسب حساباتك لهذا الأمر لم يتم توفير خزين طيب هي سلعة تسبب أرباك يعني أرباك بالتوليد أرباك شديد جدا وبالمناسبة حسب التقسيم التوزيع الجغرافي لمحطات التوليد الطاقة الكهربائية التي تعتمد على الغاز فإن المتضرر الأكبر هي المناطق الجنوبية ونحن نعرف الجو حالياً بالمناطق الجنوبية يعني شون صاير فلذلك هو أكثر من جهة وأكثر من جانب وأكثر من يعني موقف يعني حوله علامات استفهام كثيرة يعني الجانب الإيراني لحد الآن لم يفصح عن السبب إذا كان المسألة لا تتعلق بالديون فما هو السبب هل هو سياسي هل هو سبب مراوغة من نوعاً ما ما الغاية من هذا التخفيض طيب نحن في غنى عن هذه المسألة كلها في حال أنه حسن العامر رحب بك مرة أخرى في النشر الرئيسة يعني هناك تفجيرات تلاحق الأبراج وحرائق في المحطات يعني هل هناك أياد خفية تحاول العبط بالطاقة الكهربائية وهل يمكن كشفها أمام الرأي العام طبعاً هي يعني لا توجد نحن نعتمد على التصريحات الرسمية أما الواقع حسب التصريحات الرسمية فإنها عمال تخريبية لكن على أرض الواقع ومواقيتها ومواعيدها وأماكنها فهي مسألة ممنهجة ومنظمة يعني إذا جئنا من الأخير يعني معضلة الكهرباء يعني هو مسلسل سنوي وكل سنة يتكرر وكل سنة طبعاً كنا راحين مسافرين الدول الأقليم يعني سواء لبنان أو سوريا أو العراق أو إيران كلهم هاي الدول حالياً هي الكهرباء تجهيز الكهرباء جهن متذبذب طيب من المفارقات يعني المفارقات التصريحات المتداولة اليوم أنه وزير يعني وزير الطاقة اللبناني يشيد بدور الوقود العراقي في تجهيز الطاقة الكهربائية بلبنان والعراق يشكو من انخفاض الغاز تجهيز الغاز الإيراني الذي أدى لانخفاض تجهيز الطاقة بعراق وإيران نفسها لديها عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية فهي من المفارقات يعني السياسية أو مفارقات الإعلام يعني اللي لا تجد تفسير سواء أن يكون تفسير أعمق يعني كون المسألة استفحلت وطالت لعشرات السنين نرجع إلى الأساس لا نريد أن نقول هي نظرية المؤامرة لكن أنه كل من يشكل كل دولة يشكل تهديد أو خطر من أي نوع كان على إسرائيل كما يقال فلن تستقر فيها الطاقة الكهربائية التي هي تؤدي إلى استقرار الوضع بشكل عام طبعا هذا رأي يوجد هكذا رأي نعم لكن العراق اليوم يعني رهينا بيد دول الجوار ويعتمد على الإمدادات الإيرانية رغم أن هناك كما أشار التقرير وذكرت حضرتك أن هناك الغاز الذي يطلق في الهواء دون استثمار يعني لو قدر العراق على توظيفه هل من الممكن أن يغنيه عن استيراد الغاز يعني وكونه سروة وطنية تتبدد بلا فائدة حسب النسب هو لا يغني تماما يعني 100% لكن قد يسد 40 إلى 50% من الإنتاج ويجعلنا لا نقع في هذا الموقف الصعب والإرباك بحيث أنه مجرد مصدر واحد للغاز فقط هو المتحكم وهو المسيطر على نسبة إنتاج الغاز يعني إيجاد هذا الحل وارد استثمار الغاز الطبيعي العراقي هو ليس حل تام وشمولي لكن هو أحد الحلول ويقضي على جزء كبير من المشكلة نعم الخبير في الطاقة الكهربائية المهندس حسن العامري شكرا جزيلا لك على تلبية دعوات الحوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة